يعني لما بعدت خطاب للساد رئيس الجمهورية لتكريم فنان ذكرت اسم فنان غيرك هو يستحق لكن ما طلبتش تكريمك انت الشخص ليه مش هما سولاسي طيب هو واحد من الملنقص يتكرر بس ده اللي أنا طلبته يعني أرجو لأنا ما كنتش مدايا حد أو تجنيت على حد وأرجو لأنا ما كنتش كتابت جواب غلط يعني وأرجو لأنا الساد صراعي صراعي ده لأن فخمته عارف قيمة الفنانين وهو قرمهم فعلا قرم سمير غاني مكرم جورد سيدهم وأسنع على الفنان الرحلة الكبيرة رجائك الداوي وفي حضور مميز للفنانين في لأن فنانين لهم فنانين تعبوا يا أستاذ محمد في حياتهم وقدموا للبلد كتير طب دلوقتي مطلوب منهم حاجة أه مطلوب مطلوب أن مثلاً هقول أسماء كده أن مثلاً نجيب سويريس يعمل حفلتين عندهم في الجونة بالدولارات لناس فنانين والمبلغ ده يروح لصالح تحيا مصر مطلوب من عمر خيرت يعمل ثلاث حفلات أو حفلتين في الخارج بالعمرة الصعبة زي ما عملتهم وقدسهم مجبود الحرب مطلوب أن كل فنان من أول اسكندرية لغات أسوان يبذل مجبود علشان يجيب للمصر مطلوب الجماعة لبروح السعودية دول زمالي وزميلاتي اللي بيمثلوا هناك وبيأخذوا كما فهمت بيأخذوا في الدولارات وبيأخذوا من بالك كبيرة ده شيء جميل وربنا ده ريس من عند ربنا طلعوا جزء منه صندوق تحيا مصر ما هم بيأخذوا دولارات هناك أنا مش عايز أمسل في السعودية ولا عايز أمسل أي حاجة هناك هي دعوة في الآخر للتكاتف مع مصر وتأسيساً على مفعلته الفنانة الراحلة الكبيرة أم كلسوم يعني كمجهود وتحيكة ريوكا طيب تحيكة ريوكا لما طلب منها السادات قال لها عايز أياها تحيكة دمهولك قلت له لأ أنا عايزين ندي الزنات صدقي حقها لأنها عايش عكاد ومعندهاش حاجة عمل لها معايش بقلي دقيقتين وعرفت إن حركة عمل قموس للأطفال عمل قموس للأطفال إزاي ده إيه واندك شنري إزاي ده مزاج يعني مزاج عملت ده قموس الأطفال لا وعملت عربية على إيدي موديل 34 عمل كتاب على الخلافة الإسلامية وتكتب مسرح وقموس للأطفال وعربية على إيدي ممكن تشوفها الصورة عربية فيها موديل 34 عارضين صورتها واخدها خردة في الشارع من ستهم جورج في البيت اللي كانت ساكن فيه اللي هو بقى دلوقتي بيت مرتضى منصور كانت ساكنة في البيت ده ساريت منها البتاع ده وبعدين بقى عشان تطلع نمر وولادها بارو في الخارج هنا وهنا عشان ما تجيب توكيل من هنا وتوكيل المهمة عملت العربية وعملت لها عربية تعفة تعفة طبعا بعتها ولا إيه بعتها يا ميها جالي واحد ومعاه واحد أردوني وكان عادي شريها بمئة ألف قلتوله ماشي قلتوله بس فيه قررت منطلعه الرئيس مبارك ممنوع خروج الحاجات دي قال لي حنخرجها قال لي معاه مصري بعد ما مشي المصري كلمني في التليفون قال لي حضرتك هتاخد مئة ألف قلتوله آه قال لي خمسين ليك وخمسين ليه قلتوله مش حبيع ده كان زابط بوليس قلتوله مش حبيع مش عايز طيب فالسرعة واحد مني قداني خمسين ألف وقداني عربية ثانية صغيرة بيعتبر 14 ألف جنيه وأنا سعيد جدا بكده في نهاية رحلتنا ولقاءنا الممتع مع حضرتك أتمنى لك عمري أطول وصحة أفضل وأنت أتحقق لك الأمنية اللي حرقت طلبتها ألا وهي العجل أرجو أن يكون لخاء ممتع أنا يا راجل صريح وواضح ولا أجذب وبحب بلدي جدا وبحب رئيسي جدا 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 لأنه خرجنا من مرحلة لمرحلة يا راجل بيشتغل 365 يوم في السنة وبيبزل كل ما هذا المغوف دي يعني أنا لمساوية السكندرية قريب عشان كان ليه الصديق اسم سامي فتح الله الله يرحمه ومرحلة مات إيه الطريق ده إيه الجمال ده إيه الطرق دي الناس مش قادرة تحس بيها لأنها يعني عمل حاجات كتيرة جدا في وقت قليل وربنا دينه الصحة والعافية